بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم وندخل في الوحدة الخامسة تقييم وتشخيص الصعوبات الإدراكية ونتناول الدرس الأول أساليب تقييم وتشخيص الصعوبات الإدراكية طبعا تعتبر صعوبات الإدراك والحركة من الخصائص المهمة التي يختص بها الأطفال ذو صعوبات التعلم ويعتقد أنها ناتجة عن خلل وظيف بسيط في الجهاز العصب المركزي الذي يعتبر أحد أهم أسباب صعوبات التعلم وينقسم إلى عدة أقسام لو تناولنا كل واحدة بشيء قليل من التوضيح نقول صعوبات الإدراك البصري يظهر للطفل الذي يعاني من صعوبات في التعلم بعض أشكال من صعوبات الإدراك البصري حيث يمكن التعرف عليها ليس فقط من خلال اختبارات المعدلة ذلك ولكن أيضا عن طريق الملاحظة المباشرة لسلوكه البصري ومن هذه المشكلات الإدراك البصري للأشكال التمييز البصري للشكل والخلفية التمييز البصري التكامل البصري الحركي والتكامل المكاني والإغلاق البصري والذاكر البصري أما صعوبات الإدراك السمعي فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن صعوبات الإدراك السمعي في العادة تكون أكثر وجودا عند الأطفال ذوي صعوبات التعلم من الأطفال العاديين وهذه المشاكل لا تحدد فقط من خلال الاختبارات المعدة لهذا الغرض بل يمكن أن تحدد عن طريق الملاحظة للسلوك السمعي ويمكن تصنيف مشكلات الإدراك السمعي في الجوانب التالية التمييز السمعي والذاكرة السمعية والإغلاق السمعي أما صعوبات الإدراك الحركة والتآذر العام فقد لاحظ كثير من الباحثين في مجال صعوبات التعلم من الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم لديهم قصور في الأنشطة الجسمية التي تحتاج إلى مهارات حركية سواء المهارات الحركية الخفيفة التي تعتمد على العضلات الصغيرة أو المهارات الحركية الكبيرة التي تعتمد على العضلات الكبيرة وكذلك في تناسق حركة الجسم بوجه عام وبالتناسق بين الحركة والبصر بشكل خاص فنمو الحركة الصغيرة يعني الدقيقة يشير بشكل رئيسي للتنسيق بين عين الطفل ويديه والتحكم في هذه العضلات فطفل مرحلة ما قبل المدرسة يستخدم هذه المهارات في بعض المهام مثل الرسم والتلوين وبناء المكعبات والقطع باستخدام المقص الآن يهدف تقييم الطالب في جوانب الإدراك إلى التعرف لمواطن القوة والضعف في المعالجة الحسية ومعالجة المعلومات ويمكن أن يساعد فريق التقييم في تحديد ذلك من خلال معرفة أفضل طريقة يتعلم بها الآن لو تناولنا أهم الاختبارات التي من خلالها يتم قياس القدرة الإدراكية البصرية أولا اختبار فروستج الإدراك البصري ولو تكلمنا بشيء قليل عن هذا المقياس نقول أنه ظهر على يد فروستج بعام 1961 وروجع في عام 1966 ويهتف هذا المقياس إلى قياس وتشخيص مظاهر الإدراك البصري في الفئات العمرية من 3 إلى 8 سنوات حيث يعد هذا المقياس من المقياس الفردية والجمعية المقننة والمشهورة في مجال الإدراك البصري وخاصة للأطفال ذوي العاقة البصرية الجزئية وذوي صعوبات التعلم طبعا هذا المقياس يتألف من 57 فقرة موزع على 5 اختبارات فرعية هي مقياس التأزر البصري الحركي يتألف من 16 فقرة ومقياس التمييز بين الشكل والأرضي يتألف من 8 فقرات ومقياس ثبات الأشكال يتألف من 17 فقرة وأيضا مقياس إدراك مواقع الأشكال يتألف من 8 فقرات متدرجة في الصعوبة ومقياس إدراك العلاقات المكانية يتألف من 8 فقرات أيضا كلها متدرجة في الصعوبة الآن أيضا لدي اختبار الإدراك البصري الحركي واختبار التكامل البصري الحركي واختبار مهارات التحليل البصري واختبار التداعي البصري الحركي لو انتقلنا الآن وتكلمنا عن أهم الاختبارات التي من خلالها يتم قياس القدرات الإدراكية السمعية نذكر اختبار ويبمان للتمييز السمع بين أصوات المتجانسة ولو تكلمنا عنه بشيء قليل نقول أنه ظهر على يد ويبمان في عام 1958 وتمت مراجعته عام 1978 ويهدف هذا المقياس إلى تقييم المفحوص على التمييز بين الأصوات المتجانسة ويصلح فات العمرية من سن 5 سنوات إلى 8 سنوات ويمكن تطبيقه من قبل معلم التربية الخاصة أو أخصائي في السمع أو في اللغة ويعطي عند تطبيقه درجة تقديرية تمثل أداء المفحوص على الاختبار حيث يستغرق تطبيقه حوالي 10 إلى 15 دقيقة أما تصحيحه فيستغرق من 5 إلى 10 دقائق ويعد هذا المقياس من المقاييس المقننة الفردية طبعا هذا المقياس تألف من 40 زوج من المفردات التي لا معنى لها منها 30 زوج تختلف في واحدة من الأصوات المتجانسة في حين لا تختلف العشرة الباقية في واحدة من الأصوات المتجانسة بل وضعت للتمويه أمام المفحوص